أهزوا الفلاو مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز إليكم أبرز ما ميز الأسبوع الماضي انت تشويكلي تقول أن ترافيس سكوت يريد من كالي جينر أن تغادر كايلي كوزميتكس وتتفرغ لتربية ابنتها ستورمي انستجرام أخيرا تلبي طلب الناس وتتح لهم خيار ميوت والكل سعيدون به نايل هورن وهيلي ستينفيلد شهدوا وهما يقبلان بعضهما في لوس أنجلوس عدة مصادر مقربة أكدت أنهما كان يبدوان سعيدان جدا وهما في حضن بعضهما البعض بعد إسعاف كاميلا كابيولي المستشفى بعد حفل البيبورد وعدم تمكنها من حضور حفل تيلور سويفت والأداء فيه قامت الأخيرة بإرسال الحب لها عبر حفلها مع أكثر من خمسين ألف معجب من الحضور حيث طلبت منهم تيلور الصراخ بي نتمنى لك الشفاء العاجل يا كاميلا وصرخ بها الجميع ستجدون تفاصيل في أحد مقاطعنا القبض على المنتج هارفي واينستين بسبب الاغتصاب والتحرش الجنسي من طرف شرطة نيويورك ليلي راينهارت تفتح قلبها حول معاناتها مع حب الشباب الذي لا زالت تعاني منه منذ سن الثاني عشر وقالت أنها إذا تكلمت عنه فهي ستتحسن ثقتها بنفسها ولا داعي لأن تشعر بالإحراج وأنها تحس بأنها بشعة منذ أن كانت في المدرسة الثانوية ولكي لا يحاسبها الناس عندما يشاهدون صورها معدلة بالفوتوشوب شكرا لكم على المتابعة نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وشكرا لأكثر من 45 ألف مشترك نحبكم